يزدل عام 2015 سطاره على منجزات اقتصادية لحصر لها بفضل استدامة المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتي ما يزال كل مواطن على هذه الأرض المباركة يقطف ثمارها ثمت تفاؤل كبير بمستقبل البحرين اقتصاديا فالسنوات القادمة مفعمة بالنشاط الاقتصادي هذا ما تنبأه كثير من كبار الاقتصاديين الحرص الكبير من قبل القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة على اطلاق المزيد من الاستثمارات والمشاريع النوعية بشقيها النفطي وغير النفطي ساهم بشكل كبير على انعاش التداولات العقارية لتتخطى عطبة المليار دينار لأول مرة في تاريخها المشاريع الاستثمارية التي يجري العمل على تنفيذها محليا خلال السنوات الأربع القادمة يبلغ مجموع الاستثمارة فيها حوالي 22 مليار دولار والتي ستساهم بلا أدنى شك في تقوية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كمركز استثماري وتجاري تنفسي على مستوى المنطقة استثمارات مليارية لا تقتصر على القطاع الهايدروكربوني فحسب بل تتعده لتشمل الصناعة والبنية التحتية والخدمات السياحية ومن هذه المشاريع تطوير مطار البحرين الدولي ومشاريع استثمارية في درة البحرين وتوسعة شركة ألمنيوم البحرين ألبا بتنفيذ خط الصهر السادس إضافة إلى مشروع تحديث مصفات البحرين لشركة نفط البحرين بابكو والبدء بتوسعة خط أنابيب النفط بين البحرين والمملكة العربية السعودية لا يمكن لكل ذلك أن يكون على الأرض لولا المباركة الملكية لما فيه خير البلاد والعباد وتوفير المزيد من التسهيلات الحكومية للمستثمرين على اختلاف مشاريعهم واختصاصاتهم أمر يصعب تحقيقه في العديد من الأسواق المجاورة زيارات جلالة الملك الأخيرة إلى عدد من الدول الأسيوية والأوروبية الصديقة تعكس أيضا النظرة الثاقبة في تعديز أواصر التعاون الاقتصادي مع الأسواق الناشئة التي تسجل معدلة نمو سريعة عالميا لتشمل كافة المجالات من صناعة وزراعة وأغذية وخدمات وسياحة وغيرها الكثير